اهلا 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 لاننا برنامج يحارب دائما الهبد والفتي فاحنا نحب لما نيجي نتكلم في شيء نتكلم مع المتخصصين والنوابغ والنابهين والناس اللي اعلم بالملف خلونا اولا عندما نتحدث في الاقتصاد او قبل ان نتحدث في الاقتصاد وادارة هذا اللقاء نرحب بضفنا العزيز دكتور محمد شادي الباحث والخبير الاقتصادي منورنا مرحبا كله وده دي مقدمة لا استحقها خالص والله لا لا خالص اقل ما يقول والله يعني حقيق مجدد فيها البيضة اصله بالهبل يعني فيبقى حلو قوي لما احنا نستفيد بخبرة باحث اقتصادي بارز وفاهم يعني او زي ما بيقول كده عندنا فهمان كويس يعني التحديات المالية والاقتصادية والنقدية في العالم كله كبيرة والوضع شديد الحرج للاقتصاديات النشأة بيبقى اكثر حرجا واحنا من ضمن الاقتصاديات النشأة في هذا العالم شفنا كورونا وبعدين شفنا الحرب الروسية الاوكرانية وربنا يسطر ما يحصلش حاجة ما بين طيوان والصين ما بين ازمتين لا زالوا قائمتين وللأسف ازمة مرتقبة الاقتصادات النشأة بشكل عام وضعها عمل ازاي والتحديات اللي بتواجهنا احنا في مصر بشكل خاص نقدر نتعامل معاها ازاي خصوصا في الفترة القادمة وعندنا تغييرات جزرية بتحصل في رأس السياسة النقدية المصرية اي البنك المركزي النصري طيب العالم كله ومعايا طبعا يعني وبشكل اكبر زمان حتى قلت العالم الناشئ يعني بيعاني ضغوط صعبة جدا على ميزان المدفوعات يعني ايه ضغوط صعبة على ميزان المدفوعات؟ يعني العالم التدفقات النقدية اللي دخلاله اقل من التدفقات النقدية اللي كان جامعا بالدولار يعني الحاجات اللي انا عاوز اشتريها وادفع فيها دولارات ازيب كتير جدا من اراداتي وبالتالي انا عندي في العالم كله وبذات الدول النامية يعني عجز شديد للغاية في الدولار اللي انا بشتري به احتياجات الملكان الاحتياجات دي اساسا بقى مهمة للغاية لان هي بتتركز اساسا في ثلاث حاجات اللي هو الطاقة والجزاء والمعادة وليه بالثلاث حاجات دول مهمين؟ لان النشاط الاقتصادي كله في العالم بشكل اساسي وفي كل الاتجاهات بيدور بالطاقة عشان حركة العربية عاوز طاقة عشان شغال اللمبة عاوز طاقة عشان شغال مصنع عاوز طاقة عشان شغال الكمبيوتر بتاعي عاوز طاقة بالتالي إذا الطاقة تمانها ارتفع النشاط الاقتصادي ده كله يأثر إحنا مش بقى بنتكلم على إن الطاقة تمانها يرتفع ده إحنا بنتكلم على إنه فيه أحيانا في بعض الدول ممكن تقصد لعدم إيطاح للطاقة الطاقة مش موجودة أساسا زي مثلا جنوب إفريقيا عندها مشاكل ضخمة جدا في الطاقة زي مثلا دول متقدمة جدا للتحال الأوروبة دلوقتي الميجا واط للساعة قد تصل في نهاية السنة دي في شهر ديسمبر لستمائة يورو للجيجا واط في نفس الوقت اللي كانت فيه في شهر ثمانية في شهر سبعة السنة اللي فاتت عند 84 يورو للميجا واط يعني متضعف أكتر من سبع مرات 8 ميجا واط ولسه لأنه بوتن أعلن أنه إحنا غالبا هنصدر بضعف السعر اللي كنا بنصدر بي قبل كده المية هتقل عشان كنا بقول لحظك الموضوع مش بس سعر الموضوع إتاحة ده بالنسبة للطاقة بالنسبة للجيزة العالم يعني لو احنا ما أكلناهاش هنموت وبالتالي أول لما الجيزة بيقل بيحصل حاجة اسمها social unrest بيحصل حاجة اسمها عدم الاستقرار الاجتماعي وده اللي العالم كله بقى خيف منه مش على فكرة بس في الدول النامية ده في الدول المتقدمة يعني مثلا بريطانيا كان عندهم مبارح مظاهرات بسبب أن ما عادش فيه الجيزة الأكل مش لقينه البلومبرج عملت مؤشر علشان يقيس أسعار السلع بتاعة الفطار في بريطانيا من كتر ما هي بتغلى البريطانيين بقوا بيستبدلوا البروتين اللي في الفطار بمواد أخرى لأن هم مش لقين المواد دي ارتفت عليهم جدا خبال حظك نقول حظك المواد نفسها مش موجودة ده مش موجود في عادة كلمة الدول النامية منها مصر مثلا لأن الدول النامية كان عندها اتجاه نية تخزن الأغذية بتاعتها عشان كده الدول المتقدمة بتعاني أكتر لأنه عنده حاجة اسمها اللي هو التصنيع اللحظي اللي بيقول فيه إن أنا لو خزنت ده يتكلف عليها أكتر الدول النامية بقى لأيانية طالما صحفك عارفت طول وقت عندها مشاكل في السيولة بتخزن خزنها زي مثلا يعني أهلنا في الريف وكده بيخزن وخزن السنة كلها غير مثلا الناس اللي في المواد وبالتالي أنا عندي ضغوط في هذه المواد ضغط على مزال المدفوعات بتاعي نطلوب مني ضرورات أكتر من اللي جيالي لأنه نفس الدول النامية دي بتعتمد على السياحة تمانها أقل بتعتمد على صدرات من الجزء من الدول المتقدمة تمانها أقل بتعتمد على متخلات إنتاج وسيطة بتتصنع في الدول المتقدمة تمانها أعلى بتعتمد على سلع رأس مالية بتتصنع في الدول المتقدمة تمانها أعلى وبالتالي العالم كل واقف في النقطة اللي بولا حضرتك عليها دي بأنه المطلوب منه أكتر من اللي جايله وبالتالي كل دول العالم عندها ضغوط الدول اللي لم يبقى عندها ضغوط أكتر لأنها أصلاً عندها حاجة اسمها الفجوة التمولية بتعتمد في تمويل شراء الحاجات دي وفي تمويل نموها على استثمارات من الخارج أو دول من الخارج المشكلة للديون دي ما بقتش متاح والاستثمارات دي ما بقتش متاحة ليه؟ لأن الدول المتقدمة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية بترفع أسعار الفايدة بشكل كبير جداً وبالتالي ما بقاش راسي المال عاوز يخرج من الولايات المتحدة الأمريكية أخرج ليه؟ أغامر ليه؟ إذا كان فيه ربح مبمون سهل من جير أي خطورة في الولايات المتحدة الأمريكية مجرد لما أحط فلوسي بالتالي الأسعار مرتفعة في العالم كله بتاعة المواد الأساسية في نفس الوقت الفلوس اللي أنا عاوزها عشان أماول بها النمو ما بقتش متاحة والمتاح منه سعر وجالي وبالتالي أنا عندي ضغوط على الجانبين مش لاقي فلوس أشتري بيها وفي نفس الوقت مش لاقي فلوس أماول بيها وبالتالي بقى عدد كبير جداً من الدول واقف وضع قد يتعصر عن سادات ديون وشفنا سيرلانكا شفنا باكستانكا على واشك في بعض الأشقاء في إفريقيا عندهم نفس الوضع وهكذا الوضع ده عام على معظم الدول النامية وطبعاً حتى الاقتصادات المتقدمة زي مثلاً الاقتصاد البريطاني الاقتصاد الأوروبي الاقتصاد البرازيلي الاقتصاد الروسي حتى بيشهد تعصر في أملياته انخفاض لسعر الأمليات قدام الدولار لأنه في طلب شديد جداً على الدولار الناس كلها بتسايل فلوسها واستثماراتها الموجودة في دول العالم وبتتضفق إلى الولايات المتحدة الأمريكية عشان تستفيد بأسعار الفايدة العالية جداً اللي ما تقررتش آخر سنة لها كانت في سنة 2004 طيب أنا سيزن هروح لفاصل وعايز أرجع بعض الفاصل أحاول أفهم أنا في الحالة دي هتعامل إزاي يعني هل يطرى هبقى لسه مضطرر أن أرفع سعر الفايدة تاني كل ما الفدرالي يرفع هل يطرى أقدر هل ينفع أرفع سعر الفايدة على الإداع وسبت سعر الفايدة على الإقراض ولو لفترة وجيزة عشان برضو ما كلبش السوق خليني أروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام أهلاً بحضرتكم مرة تانية خلونا وجدد الترحيب بضفنا العزيز دكتور محمد شادي الباحث والخبير الاقتصادي ونرجع تاني هطرح السؤال مسألة أنه وارد جداً أنه يحصل اجتماع على البنك المركزي مش بالضرر يكون بكرة نتيجة التغيرات اللي بتحصل في قيادة البنك لكن ناس تقول احتمال كبير تترفع سعر الفايدة ناس تقول ده طبعاً هنا تكاهنات 1% 2% هل من الوارد أنه يرفع سعر الفايدة على الإداع ويتم تثبيت سعر الفايدة على الإقراض ولا أقول له فترة وجيزة عشان السوق ما يتكلبش ولا ده مش هو يارد أو بالأدق ما يلقش في حالتنا طيب أنا أعتقد بداية كده أن الابتماع هي حصل بكرة عادي جدا رئيس البنك أو محافظ البنك يعني هو واحد من سبع أفراد القانون بيقول أنه هو في حالة عدم الياب والقانون متوقع كده جداً قانون البنك المركزي آه إنه بالأول بيحل محله وده حاجة عادية جداً لأنه أصلاً يعني اللجنة اللي بتجتمع بتجتمع علشان تناقش تقرير أساساً يعني بيعدوا إدارة كبيرة جداً في البنك المركز اسمها إدارة السياسة النقدية وده يعني 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 إدارة متخصصة فيها عدد كبير جداً من الباحثين وبالتالي الموضوع بيبقى بمجرد بس نقاش فني يعني فبالتالي إحنا عندنا سبعة منهم ستة موجودين أعتقد أنه ما فيش أي داعي خالص يعني أنا مش شايف أنه ممكن يعني فيه داعي التأجيل لكن عادي لو إدارة لو أنا شايف أنه فيه مجال التأجيل ما فيش مشكلة أنا أعتقد برضه في نفس الوقت يعني وده مجرد رأي شخص يعني أو تحليل أنه إحنا لازم نرفع لكن رفع بسيط بحيث أن إحنا نحافظ على الزخم اللي عمله التزبيت بتاع المرة اللي فاتت بتاع السعر الفايدة المرة اللي فاتت إحنا المرة فاتت ثبتنا سعر الفايدة بالتالي حصل عندنا زخم مؤشر بموديل المشتريات اللي هو البي ام اي أثبت أن إحنا عندنا اتجاه لنشاط ما زلنا تحت الخمسين نقطة اللي هو يعني الانكماش بتاع النشاط بتاع القطاع الخاص الجير النفطي لكن مع ذلك شفنا أول ارتفاع من حوالي سبع شهور أو ست شهور وده كان نتيجة تزبيت أسعر الفايدة لكن ما زلنا عندنا ضغوط بسبب التطفقات النقدلة بتحصل للخارج فالبنك المركزي اللجنة المفروض توازن ما بين الحاجته الحاجة الأولى أن هي تدي حوافز للمستثمرين للبقاء وحوافز للمستثمرين بتقول السمارة الأجنب المباشرة ونهما يدخلوا السوق يعني في نفس الوقت تتحافز على النشاط الاقتصادي قائما ومستمرا وبالتالي نوازن ناخد أنا ده مجرد رأي يعني قصر ما عنديش نفس المعتقات اللي قدام اللجنة فأنا شايف أن احنا ممكن نرفع بخمسين لخمس سبعين أوت أساس أكتر من كده هيقوم دور رفضوء المعلومات اللي عندي أو يعني التحليل بتاع القاصر الصغير يعني للاقتصاد بالتالي المفروض نوازن ما بين الاثنين هل ممكن نرفع أسعار الأسعار الفايدة على الإداء ونسبت أسعار الفايدة على الاقتراض لا ما ينفعش هنرفع الاثنين مع بعض عشان البنوك تفضل تحققنا بحي لكن البنك المركزي المصري عودنا دايما أنه بنك يعني بيخروا خارج الصندوق وعنده أفكار مبتقرة كثيرة جدا لو حدت تفتكر أول رفع حصل مع الأزمة الحالية البنك رفع بعلى ما تذكر 300 نقطة أساس وفي نفس الوقت ادى عمل وعاء جديد للمصريين وكان السعر الصرفي انخفض بعد هذا الرافع ادى عمل وعاء جديد للمصريين شهد 18% عشان المصريين يدعوا فيها وما يحصلش انخفاض لدخولهم وبالتالي البنك عنده مرونة كبيرة جدا بيستخدم أدوات مش لازم تكون متعلقة بسعر الفايدة لكن عنده أدوات وعنده سعر كبيرة جدا ويستخدمها بحيث ان هو ينشط السوق وسنا ممكن أروح عامل مسألة رفع سعر الإداء اللي هو دلوقتي مثلا عن 11.4% لو أنا رفعت سعر الإداء خليته 12 وسبت سعر الإقراض زي ما هو ربع سنة يعني 13 شهر بس ما أظنش ده ما أظنش هيتسبب فيه خسائر للبنوك لكن هيقلل من معدل للربحية بتاعهم هيدغط عليها وإحنا المشكلة فاندم إنه القطاع المصرفي ده شبكة الأمام بتاعت الاقتصاد المصري ما ينفعش نعرضه لضغوط يعني عارف حسناك إيه القطاع ده هو يعني مثلا في أزمة كورونا هو اللي بتلقى الصابة الأولى في الأزمة الحالية هو اللي بتلقى الصابة الأولى وبالتالي ده شبكة الأمام بتاعتي ده أكبر أسد عندي ده أنجح القطاع في الأقصاد المصري وتبنى ثقة المصريين عليه بسنين تولى جدا عشان كده حيث تلاقي البنوك الحكومية هي الأقصر طلبا في السوق وبالتالي يعني ده 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 فيه مخالفة لكل الأوضاع اللي حصلة وبالتالي أنا يعني أنا كامحمد يعني برأيي القاصر أنا مش عاوز أشكل عليه مش عاوز أضغط عليه لكن في نفس الوقت القطاع بلق إنه كذبان وربحان وعنده ساعة كبيرة جدا وعنده سولة كبيرة جدا ممكن نستجدم أدوات متعددة خالص زي مثلا نحن نعمل مبادرات ندي مثلا تمويل بشكل مخفض للمشاعات الصغرة المتوسطة ندي تمويل بشكل مبسط لأنتربينيرز ندي تمويل بشكل مخفض لنوع معين من الصناعات اللي أنا شايفها قطرة الاقتصاد القومي زي مثلا نعمل مبادرة مثلا للتمويل العقاري أم مبادرة للمطاولين العقاريين أم مبادرة لقطاع السياحة وهكذا بس أنا يبقى عندي أحافظ على المهم في الآخر خالص بصرف النظر عن الأدوات المستخدمة الغاية تكون أن أنا حافظ على الزخم بتاع الاقتصاد لأنه الاقتصاد عمل زي حضرتك كده الماكنة بتاعة العربية أول دورة لها بتستهلك بنزين كتير جدا بالتالي طول ما هي العربية دايرة وشغالة حتى لو أقف على الأرض تكلفة قليلة لو وقفت العجلة لو وقفت الماكنة أول ما جا دور بتستهلك مني بنزين كتير جدا ده هي نفس التكلفة اللي مصر عملتها من أول لما السيد الرئيس جاء في 2014 علشان يدفع الاقتصاد يعني إحنا تكللنا كتير قبل كده عن حاجة اسمها البيج بوش الدافع الكبرى الناس كلها كيفة تستثمر الحكومة داخل تحط فلوس علشان تدور الاقتصاد الفلوس دي أنا مش عارسة أدفعها من تالي علشان كده أنا يهمني بشكل كبير جدا أنه حافظ على الاقتصاد قائما ومستمرا في نشاطه وده اللي احنا عملناه والناس كلها كان بتهجم كتير جدا فيه أزم الكورونا سيحدث لو حدك فاكر يعني اقفلوا الدنيا علشان انتوا هتموتونا علشان الحكومة فضلت مصممة وعزم العقد بشكل كبير جدا أنها مفيش قفل احنا هنوازن ما بين الحالات الصحية والحالة الاقتصادية طب ليه؟ لأنه لو الحالة الاقتصادات عطلت أنا قفلت الاقتصاد كله زي ما الدول أربية عنها وقعادت الناس في البيت والنشاط الاقتصادات توقف حطرت فيها تكلفة كبيرة جدا بعد كده نفس الموقف احنا فيه دلوقتي النهاردة وخيارات الحكومة مازالت قائمة وأنا متأكد أن الخرارات البنك المركزي هتنحزل نفس الموضوع أنه نسيب الاقتصاد قائما حتى لو ممكن يحصل عليها ضغوط على يعني بشكل بسيط يعني على تدفقات النقدار الخام الخيارات واضحة البنك المركزي برغم من الخيارات زي ما أقول حدك كده إلا أنه قدام قدام يعني قرار صعب للغاية ربنا يكون إن شاء الله فعونهم ويمهد لهم زي أي دولة في الدنيا إحنا ما بين خيارات واسعة جدا هل نعمل كده ولا هل نعمل كده وكل الخيارات زي ما أقول حدك كده لا تكلفة فإحنا بالتالي قدام اللجنة يعني بكرة في ظل كمان محافظ البنك قدم استقالته وبالتالي إحنا عندنا قرار حاسم المفروض نرده وزي ما أقول حدك كده أنا أرجح بشكل جديد جدا إن إحنا نرفع وفي نفس الوقت نحافظ على الاقتصاد قائما ومستمر وفي نفس الوقت ممكن بقى نسجل أدوات اللي حدك قلتها بالإضافة بقى اللي عندنا أدوات كتيرة جدا زي مثلا أدوات السياسة من دي الجير التقليدية ودي انتشر استخدامها كبير مثلا أن البنك المركزي يدخل يمول دوني الشركات بشكل مباشر من جير ما يعدي على القطاع المصرفي يشتري أصل الحصص في الشركات وهكذا بس أنا أعتقد أن إحنا ما زال عندنا ساعة وما زال عندنا المحركات النمو وبتاقنا شغال من الداخل طالما الناس معاها فلوس وده اللي بقى الحكومة بتعمله بالجهة التانية الحكومة صحيحة البنك المركزي بيرفع سعر الفايدة لكن الحكومة بتدي للناس فإيدها مزيب من الداخل عشان يزود لهم الداخل المتاح للإنفاق بحيث أنه يفضل ينفق ويستمر كنت تكلمتوا حدق قبل كده عن الفلسطفة بتاعة التدخلات الابتماعية بتعملها الدولة وخاصة مثلا المبادرة الأخيرة بتاعة الرئيس اللي هي بتاعة المليار جنيه كل شهر اللي بتفعها علشان يخلي الأسر الفقيرة تفضل مكملة معها في الاستهلاك يا مساهل يمكن هيبقى لنا أكيد أولا عايز أشكرك على هذا الطرح لأنه طرح حقيقة كما جرت العادة شديد الزكاء ويحمل مرونة كمان في الأفكار وعايز مرة تانية نعود مرة تانية يمكن للأسبوع اللي جاي نفكر برضو في فكرة الطرح البديل أو بالأدق إيجاد الحلول أو حتى التوصيات زي ما البعض يحب يسميها إزاي هقدر أكبر أو أعظم من حجم الصادرات بتاعتي كنا بتكلم على التقريب بتاع بلومبرج اللي بتكلم على الأصول المصرية باعتبار أن مصر الأصول فيها أو سوق الأصول فيها underrated جدا في حين أنه هي ممكن تعمل أكتر من كده بكتير حتى من حيث سعر الأسهم بتاعة الأصول المصرية هي أكتر كتير يعني مما نظنه بالمناسبة ودي حاجة برضو مبشرة ارجع لبلومبرج وترجع ليش وترجع لكم محمد شادي بلومبرج اللي قيلة يعني هم اللي بيقولوا كده الأجانب بيقولوا كده على كلنا أشكرك جدا 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 على وجودك معنا النهاردة شكرا جدا لحضراتكم هلازم نقعد كلنا نفكر الخبراء يفكروا عاوز تحط حضراتك طرح حقك بس من غير فاتي يعني ممكن تطلع لنا بفكرة برا السندوق بس من غير فاتي وهتحاولش تفرض علينا أنه هو ده الحل وما فيش غيره واحدة واحدة كده على العموم خلصة الحلقة لحد كده لو كلينا العمر هنتقابل إن شاء الله يوم السبت الجاي وبرنامجكم التاسعة سلامات